السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد النهاردة او دلوقتي هناخد حرف ازال من كتف ازاي مس اهوت سهل جدا سهل جدا اتفقنا مع بعض في الفيديو اللي انا شرحته الحرف الثاء ان حرف الثال او الحروف اللي هو العربية في المنهج الجديد لها شكلين معدى الحروف الحروف الرفاصة او اللي بنقول عليها بينا وبينكم كده الحروف الشقية اللي ما بتحبش حاجة تلزق فيها بعدها الحروف الرفاصة طيب ايه هي الحروف الرفاصة الالف والواو والدال والزال والراء والزال الحروف ديت بيبقالها شكلي واحد بس اللي هو اللي قدامك ده يا مسب تسام اللي بتقوليه ده مالصح لا اللي بقوله ده هو ده المنهج الجديد هو ده المنهج الجديد عندك في كتاب المدرسة اهو الكتاب معي اهو مش محدد لك الحرف الزال غير شكله واحد بس شكله واحد بس أسف هو شكله واحد بس الحرف الزال طب مش فهمة برضو لم يسبت سام أوضح لك بس قبل بقى ما ندخل على الشرح عوز أوضح لك أنه حرف الزال وهو أفكرت حرف الزال والساء والضاء كانوا من الحروف الاي أولاد الحروف اللثوية يعني ايه الحروف اللثوية الحروف اللي احنا بنطلق أطراف لسنة واحنا بننطقها دي اسمها حروف لسوي ندخل على الشرح بتاعنا اللي هو حرف الزل أصلا أهو حرف الزل أهو سنة هي عالسطر ونمشي عالسطر شوية سنة حلوة وقفها عالسطر ونمشي شوية كده أهي أختي الدال يا جماعة أهي الدال ماشي ده اسمه ذال 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 من الحروف الرفاصة يعني شفاهم يعني ايه حروف رفاصة لما قلك جزر جز رو ذال هنا في وسط الكلامة أيه طيب لا شكل واحد بس شكلها مش متغير شكلها مش متغير هي زي الجناح اللي قدامها يا جماعة ده جناح خص بالجيم هما قالوا كده الجناح اللي قدامها قالوا كده في الضدربات اللي احنا اخدناها على المنهج الجديد ان الجناح اللي قدام ده خاص بالجيم الزل هي قدامك سليمة بالمنظر ده يبقى هو فعلا الزل فعلا كده ما لهاش غير شكل واحد بس لانه كنا الاول بنقوله الزل كده وكده ايوه قالولك الجناح ده بتاع الحرف اللي قدامها يبقى الزل للشكل ده هو نفس الشكل ده يبقى الزل لها شكل واحد بس طيب جز رو الزل هنا في الكلمة. طيب لما اقول لك آآ زراع الزل هنا في اول الكلمة. شكلها هو. لما اقول لك انفذ. كن. كنفذ. الزل هنا في اخر الكلمة هي بالشكل ده كده. خلاص اخذنا اشكال حرف ازاي في اول الكلامة في وسط الكلمة. مفقق ارسفة في اول الكلمة في وسط الكلمة. في اول الكلمة ديت. وفي وسط الكلمة. ودي في اخر الكلمة. طيب. هنيجي بعد كده ونقولك يعني ايه? الاسوات الكسيرة لحرف الزال. الاسوات الكسيرة. لحرف الايه? لحرف الزال. لما بيكون عليها فتحة اسمها ايه? زا. 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 يا ريد لو بتسمع الفيديو معي اي اي او الطفل اللي بيسمع معي تكرر معي الصوت. زا. 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 ما نمدش اوي. ما نمدش او ما نقولش زا. لا. زا. زا. بسرعة. زا. 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 زي كلمة ايه? زي كلمة زهب. 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 زي كلمة ايه? زي كلمة ايه? زي كلمة ايه? زي كلمة زراع. زي زي. 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 طب الزالة ولا هده اما? زي كلمة ايه? زي كلمة زوبابة. 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 هي دي الكلمات اللي موجودة في كتاب المدرسة يا حبيب. دي الكلمات اللي عندك في كتاب المدرسة. طب الزالة الساكنة. الشكل اللي قدامك ده اسموها زال ساكنة. لا تنطق. الزالة الساكنة او اي حرف الساكنة بمفرد ولا ينطق. ما ينطقش ما ينطقش غير لو قدامو حرف المتحارة. يعني عندنا جيم مسلا. جز. 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 الاتنين مع بعض. جز رو. جز رو. جز رو. كلمة على الزالة الساكنة. نهاية دي موجودة برضو عندنا في كتاب المدرسة. طيب. آآ عندنا في كتاب المدرسة نشاط بيقول لك ايه? النشاط بيقول لك رتبي الحروف وكون الكلمات. رتبي الحروف وكون النا كلمات. آآ رتب الحروف وكون كلمة. ماشي. الف والزال والقاف والنور. ممكن نكون منها كلمتين حبا. ممكن اقول اوزن. ايوة. اوزن. طيب ممكن اقول عليها ايه تاني. زقن. 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 ممكن اقول ايه تاني. اللي هو طالب مننا على فكرة كلمتين اتنين بس في الكتاب. طالب مننا كلمتين اتنين في الكتاب. طب اعمل لك هنا نشاط للاملاء. نشاط الاملاء بتاعك. ايه زائد ايه زائد ايه بيساوي كلمة ايه. هتحط ايه ده اختياري. ممكن انا حط كلمة اسد. الف. ايه زائد ايه زائد ايه بيساوي ايه. ده نشاط املاء عندك في الكتاب. هتحط الالف زائد المسلا السين زائد الدال هتساوي كلمة ايه? اسد. هتساوي كلمة ايه? اصد. هتساوي كلمة ايه يا ولاد. هتساوي كلمة اسد. ايه نيجي مع بعض برضه. ايه النقطة اللي كنت بتكلم فيها واجلتها الاخر الشرحة. الحروف. الرفاصة. ممكن تحفظها لابنك على طريقة اغنية. بتبقى سهلة اول عيال بتقبله الاغاني. ايه في غنية عن الحروف الرفاصة بتقول لك احنا الحروف الرفاصة. الف واو. دال زال. را زاي. دي اسمها الحروف الشقية اللي ما بتحبش حد يلزق فيها. او يمسك فيها زي ما تقول. نرجع لكتاب المدرسة على حرف الزال. شكل حرف الزالة هو. النشاط ده هنحدد الكلمة اللي فيها حرف الزال. ودي برضو ده ادريب على الاصوات القصيرة. ايه ده هنحدد موضع الحرف. ده انا نعمل داير على الحرف من خلال القصة. وده ما اترك له الطالب عشان يدرب ايده. طب النشاط ده اللي هو الاملاء اللي انا قلت عليه ايه زايد ايه بيساوي كلمة ده اختياري. هتحط الكلمات اللي انت عايزها. ده انا حلته معاكم في اسناق الشر. والنشاط طب كده نكون خلصنا. وشكرا.